اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تعليم المحاولات الترانسفورمر جزيز معكم المهندس ابراهيم البداية وكلنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن قلب المحاول او الكور الصلبي الحديدي الذي يستخدم في المحاولات وتكلمنا عن صفاته وعن خصائصه وعن طرق تصنيعه هنتكلم في الفيديو عن الجزء الثاني من الاجزاء الفعالة في المحاول وهو الملفات موصلات ملفات المحاول او الملفات مما تصنع الملفات بتاعة محاولات الكهرباء هي بتصنع من حك تين اما انها تصنع من اسلاك النحاس الاحمر النقي المعزول او انها تصنع من الالومونيوم طيب اه لو اتكلمنا عن موضوع النحاس ايه يعني جبتم بعبارة عن اسلاك يعني المصنع بتاع المحاولات هو ما بصنعش الاسلاك نفسها ممكن يكونوا بصنعها لكن غالبا اللفات دي بتجيله من مصانع الكابلات بتجيله على بكر كده بيبقى السلك النحاس ملفوف عليه وبيكون عبارة عن سلك معزول بيبقى عليه مادة ورنيش بتكون عزلة تمام فبيبقى السلك قولنا ان الملف المحاول بتاعنا بيبقى بالشكل ده كده وبينه الكور الملفات دي بتكون معزولة عن نفسها في اللف بتاعها يعني مفيش لفة فوق التانية او لفة جنب التانية او سلك فوق بعض او سلك جنب بعض بيكون موصل مع المعام مع نفسه او سلك يكون موصل مع الملف بيكون معزول عن نفسه وبيكون معزول عن الملف كهربيا النحاس طبعا من المميز بيبقى اول حاجة بيكون معزول عن نفسه وعن القالب كهربية بنقول ان هو بيبقى مطلي بمادة ورنيش قابلية التوصيل بتاعة النحاس بتكون عالية جدا قابلية التوصيل في النحاس بتكون عالية النحاس برضو بيكون بطيء التأكسد من مميزات النحاس انا دولتا بتكلم عن مميزات النحاس الاحمر النقي المعزول اللي احنا بنستخدمه فيه المحولات كمان برضو بيتحمل الرطوبة يعني لو دخل عليه هواء رطب بيتحمل الرطوبة دي وما بيتأكسدش بسرعة درجة انصهاره انصهاره عالية نسفيا اعلى من الالومونيوم اخيرا طبعا بقى بيكون سهل لحامه وسحبه وتشكيله بيكون سهل طيب ايه هي مميزات الالومونيوم الومونيوم هو لومستين ان رقم واحد هو اخف وزنا وزنه اخف من النحاس ورقم اتنين هو اقل سعرا يعني رخيص ده السبب الوحيد اللي خلي بيخلينا نستخدم الالومونيوم عن النحاس لكن اه لو مثلا انت مستخدم في المحول بتاعك سلك اه اتنين ملي متر مربع نحاس فاما تيجي تحول المحول ده من نحاس تحول الالومونيوم هتلاقي ان الطيار اللي بيشيله مثلا كابل نحاس اتنين ملي متر مربع بيشيله كابل اربعة ملي متر مربع اولومونيوم فبالتالي الحجم بتاع السلك زاد فحجم المحول بيزيد نسبيا تمام اه فبتلاقي حجم المحول الالومونيوم بيكون اكبر من حجم المحول اه النحاس لذلك ما بيستخدمش الالومونيوم الا في المحولات اللي هي صغيرة نسبيا صغيرة نسبيا دي اللي هي الحد اربعة ميجا فولت امبير اللي هي بتستخدم في الديستريبيوشن اللي هي الديستريبيوشن ترانسفورمرز اللي هي محولات التوزيع تمام طيب السلك اللي احنا شايفينه ده اللي احنا بنلفه هنا على الملف بيكون المقطع بتاعه مقطع الملف بتاعه بيكون حاجة من اثنين ممكن انه هو يكون عبارة عن اسلاك والاسلاك بتكون المقطع بتاعها بيكون دائري او ممكن انه هو والدائري ده المتانة من مميزاته يعني المتانة الميكانيكية بتاعته بتكون عالية ايه هي المتانة الميكانيكية اللي هي سهولة اللف بتاعه بيتلف بسهولة وفي نفس الوقت ما بيتأثرش بالاسترس والاسترين اللي هو الضغط والشد قوة الضغط والشد بتاعه بتكون عالية وبيكون سهل في موضوع اللف بتاعه او انه هو يكون على شكل مستطيل مستطيل يعني بيكون على شكل شريط كده ويبنبتدي ان احنا نستخدمه في موضوع اللف تمام اه من يعني هما بيقولوا من ضمن المميزات اللي هي مذكورة لموضوع انه هو يكون تيب او شكل مستطيل بالشكل ده انه بيقول ان المواد المستخدمة اه بيستخدم بيتمازد قلة المواد المستخدمة في تصنيعه اه بس ده بيستخدم طبعا في المحولات الصغيرة ما بيستخدمش فيه المحولات الكبيرة ليه علشان ضعف المتانة الميكانيكية بتاعته كده احنا اتكلمنا عن الاسلاك او الموسلات المستخدمة في الملفات طيب نبتدي نتكلم عن انواع الملفات اول نوع هنتكلم عنه عنه اللي هو الهيلاريكا ويندينج وممكن تلاقيه مكتوب يقول لك مثلا مكتوب عليه سكرو او ممكن تلاقيه مكتوب عليه سبايرل ودي معناها حلزوني او اسطواني بيتلف بالشكل اللي احنا شايفينه دهبيب كذا كابل موجوده بيبتد ان هو يلف ويلفهم ويكون في عازل ما بينهم وهو بيلفهم اه فبقول لك هو عبارة عن طبقات متعددة اه بينها فواصل فيه وفواصل ما بين اللفات يعني ادي اللفة الاولانية وبعد كده دي اللفة التانية وبعد كده دي اللفة التالتة بيبقى فيه عازل في النص هنا لو انا غيرت القلم ده كده لو اللفات هي الاحمر هيبقى فيه عازل ما بين اللفة دي وما بين اللفة دي كما يعرض بيكون فى عزم غير طابقاتサ professions فابقال بان قليل الرائع بندق ال Greenledر بيشغل حيز كبير ولكن يشغل حيز كبير بيشغل حيز كبير السبات الميكانيكي بتاعه بيكون عالي بيكون فيه سبات ميكانيكي وبيكون سهل التصنيع يبقى لو اتكلمنا عن الهليكال الهليكال ويندينج اللي هو اللف الحلزوني او الاسطواني ممكن تشوفه في بعض الكتب اسمه سبيرل بيكون بالشكل ده بيتلف بالشكل اللي احنا شايفينه ده بيبقى فيه عازل ما بين اللفة واللفة وعازل ما بين طبقة اللفة وطبقة اللفة التانية لذلك بيشغل حيز كبير لكن مميزاته انه هو بيتحمل طيارات عالية والسبات الميكانيكي بتاعه عالي وبيكون سهل التصنيع بعد كده فيه حاجة اسمها طبعا الاسلاك المستخدمة هنا بيكون المقطع بتاعها دائري بالشكل ده النوع التاني بتاعنا بيسميه الديسك الديسك ويندينج اللي هو ده وبالعربي كده بيسمى الملف القرصي آآ بيستخدم من اشريطة التيب ده شريطة التيب بتاعنا اهو بيبتدى ان هو آآ يعمل ديسكات يعني هو بيرصه آآ في شكل ديسكات ده بيعتبر ديسك وده بيعتبر ديسك وده بيعتبر ديسك وده بيعتبر ديسك آآ ما بين كل لفة والتانية يعني هو بياخد اللفة الاولانية آآ هنا مثلا في اللفة التانية بيجنائل على اللي بعد منها آآ ده بيستخدم في المحولات اللي بتحتوي على عدد ضخم من اللفات وبيتحمل طيار خفيف بيستخدم في آآ آآ عدد ضخم من الملفات وفي نفس الوقت بيكون طيار خفيف الى بيتحمل الطيارات العالية آآ آآ غالبا بيستخدم في المحولات طبعا اللي بتكون آآ اللي بيتطوق عليها المواصفات دي المحولات اللي هي اكبر من خمسة وعشرين كيلو فولت آآ قلنا ان الملفات بتكون على شكل ديسكات الديسكات دي بيكون فيه بينها فواصل الفواصل اللي احنا شايفينها دي وما بين الدسك والدسك بيكون فيه عازل برضو تمام آآ دي تقريبا آآ قلنا ان هو بيستخدم مع الجهد العالي يعني مع الملف مع الترانسفورمرز اللي هي اكبر من خمسة وعشرين كيلو فولت آآ ده كل اللي هو ممكن يتقال عن موضوع الدسك فيه نوعين تانيين عندنا نوع بتسميه اللير ويندينج ونوع بتسميه البينكيك ويندينج اللير ويندينج ده ممكن آآ بتلاقي له اسم تاني كده بيسيبوا لك البريل ويندينج بريل يعني برميلي زي ما انتا شايفوا كده بيبقى تحس انها برميل دخلة في بعضها تمام آآ ده بيستخدم في المحولات اللي بتستخدم فيها حاجة اسمها لود تاب لود تاب تشينجر ايه هي اللود تاب تشينجر بتلاقي بيبقى فيه مجموعة من المسامير او الصومير بالشكل ده لو انت هتشتغل مثلا على واحد ميجا بتوصل ما بين دي ودي لو انت هتشتغل على سبعة من عشرة ميجا بتوصل ما بين دي ودي لو انت هتشتغل مصة ميجا بتوصل ما بين دي ودي فهو بيغير لك القدرة بتاعتك آآ فبيبقى سهل ان هو يخرج لك الاطراف او اللي طلع او اتبات دي ان هو يطلعها ويوصلها لك على ده الاستخدام الوحيد للملفات اللي هي في طريقة اللف اللي هي اسمها او نوع اللف اللي اسمه وطبعا زي ما احنا شايفين هنا المقطع بتاعه بيكون المقطع المستطيلي او اللي احنا بنسميها البانكك ويندينج ده بيلف لك اللفات في اشكال دائرية بالشكل ده بيلفها لك الاول على خشب بيبتد ان هو يلفها لك كده جنب بعضها وبيحط عازل ما بين اللفة واللفة وبعدين بيحط عازل ما بين الطبقة والطبقة تمام اه وبعد كده يجي اه شايل الخشب ومدخل الكور جواه اه اللي مستخدم هنا بيستخدم فيه المقطع الدائري اسلاك المقطع الدائري وما بيستخدم شغل في نوع واحد من المحولات اللي هو الاتشيل طيب تمام لو عايز تشوف الاتشيل طيب ده بنرجع لورق شوية ده المحولات الاتشيل طيب تمام اه كده نبحنا اتكلمنا عن الاربع انواع الرئيسيين في ملفات اه اه او في طرق لف المحولات وقلنا في طريقة اسمها الهليليكال ويندينج ودي بتشغل حيز كبير ولكن بتتحمل طيارات عالية والثبات الميكانيك بتاعها عالي وسهلة التصنيع واما انه يكون ديسك ويندينج وده بيستخدم اما يكون عدد اللفات كبير بس بيكون الطيار خفيف وبيبع على شكل ديسكات بالشكل اللي احنا شايفينه ده بعد كده في حاجة اسمها اللير ويندينج وده بتستخدمه لما المحول بتاعك بيكون فيه تيب اكس تشينجر علشان تغير قدرات المحول بتاعك او تغير جهد الخارج بتاعك ويسمى اللف البرميلي ايضا وبعد كده في حاجة اسمها البانكيك ويندينج ده بتلفه على خشب بالشكل ده وبيكون الكابل اللي هو مساعة مقطعه الدائري ولكن بيستخدم فقط في المحولات من النوع الاتشيل طيب كمراجعة سريعة برضه ايه هي انواع الاسلاك او الكابلات الاسلاك اللي بنستخدم او اللفات اللي احنا بنستخدمها في الملفات اما ان احنا بنستخدم النحاس الاحمر النقي المعزول واما ان احنا بنستخدم الالومونيوم من مميزات النحاس الاحمر النقي المعزول ان هو معزول عن نفسه وعن القالب كهربيا وقابلات التوصلية بتاعته بتكون عالية وبيكون بطيئة تأكسد وبيتحمل الهواء الرطب ودرجة انصهاره عالية وسهل اللحام والسحب والتشكيل من مميزات الالومونيوم ان هو اخف وزنا واقل سعرا ولكن بيزود لي حجم المحول اتمنى انكم تكونوا فهمتم الجزء التاني من مجموعة الاكتف كومبوننت او الاكتف بارت بتاعت المحول كنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن الكور والنهاردة اتكلمنا عن الملفات شكرا نوشوف كو فيديو قدية